السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله والتوبة لا تحتاج الى كثير جهد فل هي شعور في النفس يعتل الانسان يمنعه عن الوقوع في الذنب مجددا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الندم توبة مجرد الاحساس بالمشكلة اولى خطوات الحل فاذا ما بدأت بالاحساس بالذنب والشعور به وانت تعلم بان هذا الذنب مغضبة للرب سبحانه وتعالى تلك هي بداية التوبة والخطوة الصحيحة على طريق النجاف جاء رجل الى سفيان الثورية رضي الله عنه ارضاه وهو يشكو له قسوة قلبه فقال له يا امام اني مريض بمرض البعد عن الله فصف لي دواءا فوصف له رضي الله عنه وصفة ايمانية ربانية بها يصلح القلب وتطمئن النفس وتستروح الروح قال له عليك بعروق الاخلاص وورق الصبر وعصير التواضع ضع كل هذا في اناء التقوى وصب عليه ماء الخشية وأوقد عليه نار الحسن الحزن وصفه بمصفات المراقبة وتناوله بكف الصدق واشربه بفم المناجاه وتمضمض بالورع وابتعد عن الحرص والشح والطمع تشفى من مرضك باذن الله وقابل رجل يوما ابا الدرداء رضي الله عنه وارضاه فقال يا ابا الدرداء اني اسرفت على نفسي فهلي من توبة فاعرض عنه ابا الدرداء فتعرض له الرجل وقال يا ابا الدرداء اني اسرفت على نفسي فهلي من توبة فنظر ابا الدرداء في عيناي الرجل فوجد الدمع في عينيه فقال يا ابن أخي هون على نفسك فإن لله عز وجل أبوابا تفتح وتغلق إلا باب التوبة فهو مفتوح لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها سبحانه أهل الصفا والوفا ولا يزال سبحانه كلما هفى العبد عفا اللهم عفوك ورضوك يا رب العالمين وهاهو شاب من بني إسرائيل كما جاء في الأثر عبد الله عز وجل عشرين سنة ثم عصاه عشرين سنة ونظر يوما في المرآة فإذا بالشيب قد لاح في عالضه والشعر الأبيض هو نذير الموت ورسول من الله إليك يقول لك ألا استحيي تب وعد فما سيأتي من عمرك لن يكون مقارنة بما مضى فتب إلى الله وعد إلى الله وبادر بالتوبة قبل أن تبادر بالموت فعندها بك الرجل ونادى ربه مناجيا يا رب عبدتك عشرين سنة وعصيتك عشرين سنة فإن تبت إليك تقبلني في التائبين فإذا بصوت من قبل رب العالمين يقول له أحببتنا فأحببناك وأطعتنا فقربناك وعصيتنا فأمهلناك وإن تبت إلينا قبلناك 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 الله أكبر وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات سبحانه وتعالى أحببتنا فأحببناك وأطعتنا فقربناك وعصيتنا فأمهلناك وإن تبت إلينا قبلناك 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 يا رب يا رب إن ذنوب اليوم قد كثرت فلا أضيق لها حصرا ولا عددا وليس لي بعذاب نال من قبل ولا أطيق لها صبرا ولا جلدا فانظر إلهي إلى ضعفي ومسكنتي ولا تذقني حرا في الجحيم غدا اللهم نجنا وكل سامعا من النار يا رب العالمين ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر